يبدو أن الصف الثاني من الإخوان في مصر لم يكتفي بالدماء التي تسيل ويريد المزيد أولى خطواته الاستضام بالجيل القديم وتحميله مسؤولية الانتكاسة التي تعيشها الجماعة خلاف تجاوز الغرف المغلقة والسجون فخرج إلى منابر الإعلام وتعدى الانتقاد إلى التخوين بعد غياب عن المشهد دام نحو عامين ألقى القيادي الإخواني محمود غزلان بحجر ثقيل في مياه الجماعة المعكر بخلافات وصلت إلى حد الصراع عبر مقال كشف فيه عن خروج عدد من أعضاء الجماعة عما سماه ثوابت الحركة في العمل السلمي مقال غزلان فتح عليه أبواب الهجوم من أعضاء في الجماعة انتقدوا الخيادات التاريخية واتهموها بارتكاب أخطاء قادة الحركة للخروج سريعا من السلطة وشنوا هجوما عنيفا على ما اعتبروه تخاذلا من تلك القيادات في مواجهة السلطة الحالية في مصر مشددين على ألا بديل عن المواجهة المسلحة قد يكون هناك نوع من جس النبض موجه إلى هؤلاء الشباب على أن هناك قد يكون في المستقبل نوع من الاعتزارات أو نوع من التراجع عن ما اقترفته الجماعة فيما بعد صور التلاتين يونيو وقد تكون هذه بلونة اختبار بيحاول محمود غزلان أن يصحح من أوضاع أقدام الجماعة خلال المرحلة المستقبلية القصيرة القادمة وبغض النظر عن الهدف من وراء نشر غزلان لأرائه فقد أخرج هذا السجال إلى العلن مكان يدور بصوت خافت داخل صفوف الجماعة بشأن كيفية التعامل مع السلطة الحالية في مصر وأعاد إلى الواجهة الجدل بشأن مسيرة الجماعة منذ خرجت إلى النور قبل نحو ثمانية عقود وانحيازها الفكري والحركي للعمل المسلح السري أم العمل الدعوي العلني مجموعة ترى التصعيد والدخول في مصار الصراع الصفري كنا نعتقد أن غزلان ينتمي لهذه المجموعة ومجموعة أخرى تنوي أو تحاول تهيئة الأجواء إلى حوار مع السلطة السياسية بهدف تهيئة البيئة لتسوية ما كلمات محمود غزلان تصب في اتجاه الخيار الثاني والراصد لمسيرة الجماعة منذ تأسيسها الأول على يد حسن البنة في الإسماعيلية في عشرينيات القرن الماضي أو في محطتها الثانية على يد سيد قطب إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو في إعادة إحيائها فيما عرف بالتأسيس الثاني في عهد الرئيس أنور السادات يكتشف أن هذا الجدل قديم قدم الجماعة وأن قيادات الجماعة دائما ما كانوا يعلنون نبذى العنف ورفض العمل المسلح في العلن فيما كانت دوائر مقربة منهم تماهد الطريقة أمام الإبقاء على تنظيم خاص يمتلك قدرات مسلحة لاستخدامها ساعة يحين الوقت المناسب من وجهة نظرها وهو ما يصعب مهمة أي تقارب محتمل بين السلطة الحالية في مصر والجماعة خاصة في ظل استمبرار تورط أعضاء من الجماعة في أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها بل وضد منشآت حيوية تضرب مصالح المواطنين بشكل مباشر سامير عمر سكاينيوز عربية القاهرة معنا الآن من القاهرة الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة عبدالجليل الشرنوبي سيد عبدالجليل مساء الخير مرحبا بك معنا المواقف التي يطلقها بعض القادة داخل جماعة الإخوان كالتي أطلقها محمود أزلان هل هي بالونات اختبار بالفعل أم هي مراجعة حقيقية لبعض مواقف الجماعة وربما محاولة لجس نبض السلطة كما ورد في التقدير لربما تمهيد الطريق لعلاقات أفضل في الفترة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدين الكرام هذا أولا وسانيا أعتقد أن مجرد طرح أو محاولة فهم ما يحدث باعتباره خلافا بين الأجيال داخل الجماعة هو نظرة قشرية أو نظرة سطحية يجب على كل من يتبنها إعادة النظر أو إعمال النظر في المشهد ليكتشف أننا أمام تكرار للمسرحية الإخوانية القديمة في سوب جديد المسرحية التي تظهر القيادة التاريخية أو القيادات التاريخية للجماعة في سوب الحكيم العاقل شكلا بينما وهي التي تقوم بالتحجيز أو بمحاولة تحجيم جموح الغضب الإخواني لدى قواعدهم هو بيعمل هذه المسرحية طول الوقت من أيام حسن البنة لحد النهاردة بهدف رئيسي هو أن يصل إلى المحطة الدائمة والمكررة في تاريخه التي يرفع فيها شعار ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين التنظيم على قلب رجل واحد التنظيم دقيق وتحرك على الأرض في الداخل والخارج التنظيم تدعمه رؤوس أموال ضخمة إذن أنت ترى أن كل هذه المواقف التي تطلق بين الحين والآخر هي مجرد مسرحية كما وصفتها ولا يوجد هناك تيار نقدي داخل الجماعة يحاول بالفعل إعادة النظر مراجعة المواقف السابقة ربما والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة في الفترة الماضية لا يمكن داخل تنظيم الإخوان بتركيبته وتشكيله خلال العشرين سنة اللي فاتوا أن يسمح لأعضاء فيه أن يراجعوا مواقف أو أن يقيموا مواقف لا يسمح هذا موضوع ولكن وجود التيار النقدي قد يكون موجود وجود تيار نقدي شهدنا في الجماعة في الأردن على سبيل المثال انشقاقات كبيرة لماذا لا يتكرر الأمر والسيناريو نفسه في مصر من انشق عن الإخوان انشق الأمر وخلص انتهى الآن الإخوان في فترة المظلومية أو مظلومية الدم التي صنعتها قيادتهم في ربع العدوية مظلومية الدم دي اتسعت رقعتها بتوالي الفعاليات التي ساق إليها التنظيم أعضاؤه في شوارع مصر فتوالى سقوط الضحايا خلال العامين الماضيين أصبح السأر موجود داخل الشعب الإخوانية اللي هي أصغر وحدة جغرافية موجودة داخل الجماعة بيتحكم فيه صغار أعضاء الجماعة فيما يعرف باللجان النوعية التي تعمل منفصلة عن القيادة المركزية هذه الحركة في الشارع يغزيها إعلام إخواني ليلة نهار تغزيها فتاوى تطلقها فضائيات الإخوان أعلنت أن السأر من النظام ورموزه والمتعاطفين معاه أعلن شيخه على الفضائيات أن القصاص من مسؤول النظام المصري ومن يدعمه هو قمة السلمية المبدعة كما قال أحد المشايخ تخصص قنواتهم ليلة نهار مساحات واسعة لشيوخ مثل الشيخ وجدي غنيم الذي لا يتحدث أو لا يذكر اسم الرئيس المصري ولكنه يوصفه دائما بالكافر المرتد ومن يعاونه ومن يؤيده نحن قدام منظومة يصنعها التنظيم الحديث الإعلامي أو التبني الإعلامي هذا التجار موجود ومعروف أنا السؤال كان ما الذي يمنع أن يكون هناك تيار نقدي داخل حركة أو جماعة الإخوان المسلمين في مصر القواعد الحاكمة لإدارة التنظيم من قمة رأسه سواء في تشكيلاته الموجودة في لندن أو في تركيا أو في الهاربين والموجودين داخل مصر هي قواعد حاكمة ومنظمة لكل شيء الإخوان بيلعبوا كل الأدوار عايز أقولك أن الوسيلة الإعلامية التي يسيطر عليها التنظيم تماما اللي هي موقع إيجيبت ويندو يتبع التنظيم مباشرة يتبع جهازه الإعلامي هو الذي نشر كلام محمود غزلان وهو الذي نشر أيضا مقالات مضادة له زيه زي بعض مواقع وبعض وسائل إعلام تابعة للتنظيم الدولي برا هي اللي احتفت بآراء من خلفه محمود غزلان القضية كلها هو أن يتم تصدير هذه الصورة للخارج هو بيستخدمها أولا للضغط على النظام في محاولة لفتح أي باب للتحاور مع قياداته الموجودة الأمر الثاني هو بيستخدمه ليقول أمام الرأي العام والغربي تحديدا أن قياداته تدعو إلى السلمية وترفض العنف وتنبزه وبالتالي يسمح لهم بحركة واسعة وتواري سوءة انحياز بعض الأنظمة الغربية للتنظيم لا يسمح التنظيم وقياداته التي تحكم قبضتها على زمام الأمور داخليا وخارجيا لا يسمح بأي مراجعة كل من يتبنى مراجعات حقيقية لا يوجد صوت داخل الإخوان يطالب بالمراجعة زي أحمد منصور نشر أحد المقالات الإعلامي المحسوبة على الإخوان نشر أحد المقالات بيطالب فيها قيادات الإخوان بالعودة للنبع الأصيل اللي هو كلام حسن البنة اللي هو بيقول الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمنينا فالقضية محسوبة تماما هي مجرد فرقعات إعلامية شكرا لك الأستاذ عبدالجليل الشرنوبي المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة كان معنا مباشرة من القاهرة ترجمة نانسي قنقر